للحرب ويلات منها الآلام التي تتوارى خلف الشمس تعبير اتخذته رابطة أمهات المختطفين لوصف السجون السرية التي أنشأتها جميع الأطراف في اليمن تتشابه السجون التي وثقتها الرابطة في عملية الإخفاء القسر والتعذيب للمئات ممن يقبعون تحت أقبيتها في أحدث تقرير للرابطة الأهلية قالت إنها رصدت 262 سجنا وأماكن احتجاز سرية منذ العام 2015 منها 244 سجنا تابعا لميليشيا الحوثي وثمانية سجون لقوات الحزام الأمن التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ستة سجون كانت أيضا تحت سيطرة تشكيلات أمنية وأربعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية اتهمت تقرير ميليشيا الحوثي باستخدام نقاط التفتيش ومنازل المعارضين السياسيين والمواطنين ودور العبادة والمدارس كسجون لإخفاء وتعذيب المدنيين وهو الأمر ذاته الذي مارسته التشكيلات المسلحة التابعة للحزام الأمني منذ بداية الحرب لجأت الميليشيا إلى إخفاء المعارضين لها في أماكن احتجاز غير رسمية يديرها مشرفون تابعون للميليشيا هروبا من أي مذكرات أو مطالبات قانونية قد تصدر بحقهم على الرغم من المطالبات المتعددة لرابطة أمهات المختطفين بضرورة إغلاق جميع السجون وأماكن الاحتجاز السرية ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها إلا أن أصواتها ظلت تراوح مكانها في ظل عزوف المنظمات الدولية عن القيام بواجباتها ومع تعقد الوصول إلى حل شامل للوضع في البلاد تتعقد معه أزمة الوصول إلى خلاص للمئات من المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا والأحزمة الأمنية التابعة للإمارات بينما تتبخر العود التي أطلقتها الأمم المتحدة للإفراج عن 16 ألف محتجز وأسير ومعتقل وفق اتفاق السويد